السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لما معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر دي زاد وانا نقول لكم اليوم وانا غادي نتكلموا على القرآة بتاع الكعس إفريقيا وانا كانت ملاقات فاريخ واحد بارك وانا نقول لكم من المستوى الأول وهو الكوتيبوار يعني الكوتيبوار كما يقول لك احنا لابت نورتيا يعني دائما وانا خاصة في السنوات الأخيرة وانا نقول لنا ندافعوا نفوزوا عليه نقولوش بسهولة يعني نفوزوا عليه وانا نفوزوا عليه طريقة يعني طريقة طريقة اللعبة كاعدة نخطع لها المجموعة اللي رانا فيها ما غاديش نقولوا بلي مجموعة صعبة ولا عنا الكوتيبوار وعنا زوجة منتخابات يعني نفوزوا عليهم بكل سهولة خاصة ولا لعبنا معهم هم اللي والا المباراة الأولى ومباراة ثالية نلبوا معهم بكل سهولة سيبوا بكل سهولة نعرفوا كيفاش نيقوسوا مع الكوتيبوار عادي يعني نقولو بلي اليوم وانا القرعة كأس أمم إفريقيا مواجهات نارية للمنتخبات العربية وانا نقولو بلي أسفرت القرعة كأس أمم إفريقيا التي قيمت مساء اليوم الثلاثاء في مركز المؤتمرات بالعاصمة الكاميرونية عن مجموعة متوازنة ومواجهات نارية مجموعات متوازنة ومواجهات نارية للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة وتشهد البطولة المشاركة سبع منتخبات عربية للمرة الأولى في التاريخ وهي مصر الجزائر تونس المغريب موريطانيا السودان وجزر القمر وكان من المقرر إقامة البطولة القرية في عام 2021 ولكن قرار إتعاد إفريقي لكورتا قادم الكاف تأجيله لعام المقبي بسبب أزمة فيروس كورونا 2022 وتم تقسيم الفرق المشاركة 24 إلى 6 مجموعات تأضم كل منها أربع منتخبات وتم وضع الفرق 24 متأهلة في أربع أوعية يأضم كل منها 6 فرق بناء على النسخة الآخرة في تصنيف الفيفا للمنتخبات وأوقعت القرعة منتخب الكاميرون صاحب الضيافة في مجموعة الأولى إلى جانب منتخب إثيوبيا ورأس الأخضر وبوركينافاسو وستكون المباراة افتتاحية للمسابقة بين الكاميرون وبوركينافاسو في شهر جونفي المقبل يعني يوم 9 جونفي بينما سيواجه المنتخب الجزائري حامل لقب النسخة الأخيرة التي قيمت في عام 2019 منتخبات في المجموعة الخامسة حيث يصطدم بالمنتخب الساحة العاج في مواجهة واعدة بالإضافة إلى السيناريول وغينيا الاستوائية كما سيصطدم المنتخب المغربي بنظره الغيني في مجموعة الثالثة بينما أوقعت القرعة المنتخب التونسي في مجموعة متوازنة إلى جانب موريطانيا المالي وغومبيا أما المنتخب المصري فيخوض مواجهة عصيبة أمام نيجيريا في المجموعة الرابعة كما يصطدم بنظره السوداني في قمة عربية بالإضافة لمواجهة غينيا بيساو وجاءت النتائج القرعة كأس أمم إفريقيا كما يلي المجموعة الأولى كاميرون إثيوبيا رأس الأخضر بوركينافاص المجموعة الثانية السينيقال مالاوي زيباوي غينيا المجموعة الثالثة المغرب جوسر القمر القابون غانا المجموعة الرابعة نيجيريا السودان غينيا بيساو مصر المجموعة الخامسة الجزائر غينيا الاستوائية سيناريون والساح العاج كوتبوار المجموعة السادسة تونس جومبيا موريطانيا المالي ووفق لنظام البطولة يأخذ كل منتخابات ثلاث مباريات خلال المرحلة المجموعة المجموعات ويتآل الدور الستعاش كل من المتصدر والوصيف في كل مجموعة بالإضافة بإضافة الأفضل أربع منتخابات تحتل المركز الثالث ثم تستكمل المسابقة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية مهم كما يقول لك يعني غادي نفوتوا دوزيابتون هنفوتوا في المرتبة الأولى حتى نشوفوا الكوتبوار الكوتبوار مشي الكوتبوار اللي نعرفوها مقبل على هذه المستوى الأول يساعدك المستوى الأول يساعدك كما كنا بكري في المستوى الرابع في التسعينات وفي الديبي تعل الفياء وين كنا أنا أقل نعلي طحنا مع الكاميرون ومصر ومع زومبيا سوف تشوف الدوخات قلبك ماهو المستوى الأول؟ يعني يتاح معاك نفوت نفوت دو بعد يجود التروازياب يا عرفوا الوحب سما الفيرق على المستوى الثالث ورابع يا عرفوا الوحب عارفوا الوحب عارفوا الوحب عارفوا الوحب يروحوا يشاركوا ويخرجوا ولا يلعبوا على أحسن المرتبة ثالثة عبرك هذا مكان وما باشي نيقوصي مع الجزائر والكوتبوار من الصعب عليهم ذو بزوج فيرق من الصعب عليهم على ذلك نقول باللي المجموعة التي عنا مليحانة مليحانة صبح الله مليحانة ستكون مباراة قوية مع الكوتبوار ما غاديش تكون مباراة سهلة باش ما نكذبوش على رواحنا ما غاديش تكون مباراة سهلة غادي تكون مباراة صعبة يعني كل فريق يبغي يظهر بأنه هو الأقوى والتهرب من المرتبة الثانية يعني كي تخرج في المرتبة الأولى رايح تكذب لي يخرج في المرتبة الثانية كي تكون تايا في المرتبة الأولى ستلعب معاة يلعب في المرتبة الثانية أو أحسن أحسن المرتبة الثالثة ما تجيب استعرام هذه وين مليحانة لازم نخرج في المرتبة الأولى وحنا عنا منتخب خاصة وين نكون متأهلين في كأس العالم للمعصدوبارات هي تخدمنا هذه تخدمنا بدون مشكلة تخدمنا نعرب باللي تخدمنا على ذلك نقول بليودي هذه المجموعة مجموعة ما نقوله صعبة لنا ما هي صعبة لنا ما هي صعبة لنا يعني حلوة قاة إيفيتنا إيفيتنا مصر إيفيتنا على ذلك شوية نقول بلي يعني نقول بلي المنتخب الوطني الجزائري سيناريون غينية استوائية غد نفوتون للمرحلة الأولى بالتياحية كبيرة نقول إن شاء الله بربي لازم نقول إن شاء الله ما هي صعبة لنا ما هي صعبة لنا ما هي صعبة لنا لنقاليفه في نوفم ونقاليفه للمباراة الفاصلة مارس دوباراج في مارس سم نعبو كعس العرب لعبات أغلبية اللعابة كم نقول لنا في المنتخب الوطني مثل بنجاح بليلي بن عمري وجماعة كم يسمون تاعنا تاعنا نعبو كعس العرب لان ينقال في قاطر ومهم لان ينقال في الخليج سن نعبو كعس العرب يكون أحسن التحضير لكاس إفريقيا يعني يكون مورال طالع اللعابة يجو متوجين بكاس العرب اللعابة يكون عندهم مورال طالع فانيك نكونوا مكاليفين كل اللعاب يقدم كل ما يملك من أجل يثبت المكانة تأه باش يروحوا الكوب ديموند يلعب مارس دو باراج خاشم كيف يقول كل ما نجبش لعب مارس دو باراج تكون فرحة كبيرة يدخلوا اللعابة يدخلوا كل ما يحاوز يكتب اسمها في التاريخ على ذلك نقول بليودي المجموعة فيها كوتيبوار ما هي كوتيبوار ما هي كوتيبوار اللي سي تشدنا ما هي كوتيبوار اللي سي تشدنا ما هي كوتيبوار اللي سي تش��نا اتركوا في نال سوف تكون مباراة ثم تكون مباراة تكون هناك في تركيا المباراة في تركيا الدور الأخرى سنصلوا إلى المنال سنذهب إلى المنال واحدة نأتينا قضيت أولا ونذهب إلى المنال سوف ندخله في مباراة تحذيرية ومباراة تدريبية في هذا المنتخب لا نخافه سوف نزيد ونزيد 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 أرى المنتخبات تقرأ أسماء المنتخبات ولا يشدونهم